السلام عليكم اخوتي اخواتي ايو مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة بريزما للمعلوميات فيديو خاص بمنصة رصيدك.com الخاصة بالاستثمار الحلال هي منصة جزائرية ولكنها يمكن ان تعمل بها في المغرب وفي دول اخرى وتدعم طرق دفع متنوية من بينها باير والويب موني والبيرفكت موني بطبيعة الحل فكما تشاهدون لدي الواجهة الرئيسية لمنصة رصيدك كما تشاهدون يمكنك انشاء حساب استثماري استثماري وكتشفى المنصة ثم تحصل على الالباح هنا يمكنك ان تتعرف اكثر على منصة رصيدك وكذلك هنا الخبرة والكفاءة استثمار امن وحلال منصة بسيطة طرق دفع ادعى وسحب محلية دعم مستثمر مستمر بطبيعة الحال هنا الخطط هناك خطة الباقة الاستثمارية القيمة الخاصة بها تبدأ من 10 الاف دينار جزائري الى غاية 500 الف دينار جزائري الف دينار جزائري يعني من 500 دولار 50 دولار تقريبا الى 2500 دولار امريكي مداخل اجمالية بقيمة 160% حتى 200% ارباح صافية بقيمة 20% 35% استثمار من المدة 20 يوم ارباح متغيرة يوميا لتكون غير ثابتة وتكون حلالا بطبيعة الحال استثمار الان كما تشاهدون تسجيل حساب في المنصة سنشرحه وبعد قليل هنا ارى العمالة بمنصة رصيدك واذا اردت التواصل معهم ستغطى على ايقونة الفيسبوك وتتواصل معهم مباشرة على منصة فيسبوك فكما تشاهدون لتسجيل في المنصة فوسال جدا ما عليك سوى باختيار الباقة التي تريد ثم بعد ذلك تنقل على استثمر ثم لا املك حساب ثم بعد ذلك تقوم بوضع اسم المستخدم الخاص بك هنا وتضع الاسم الشخصي الخاص بك ثم اسم العائلي ثم البريد الالكتروني كلمة المرور تؤكد كلمة المرور ثم تحدد الجنس الخاص بك ثم الهاتف ثم هنا تضع تاريخ الميلاد اليوم الشهر السنة ثم العلوان خاص بك ثم المدينة ثم الولاية ثم الدولة ثم تقوم بنقل على التشجيل فبعد ذلك يعني بعد التشجيل تقوم بالدخول الى حسابك بتشجيل الدخول بالبريد الالكتروني وكلمة السير ثم تدخل على دخول فسبق لي ودخلت وهنا هي اتباتة السحب الخاصة بالمنصة كما تشاهدون اصدقائي الكرام فهو ايصال التحويل كما تشاهدون بعملة الجزائر والدنار الجزائري يعني مبدأ الاستثمار يقول لا تصد من مبلغا انت غير مستعد لخسراني فهنا هنا الواجهة وهنا صفحتي معنا الفيسبوك مدخولي يعني سوف تجدونها بطبيعة الحل في الاسفل الموقع يمكنكم التواصل معهم في حالة موجهة اي مشكلة وممكنكم تتبع يعني جديدهم عبر المنشورة الثلاثياتهم النشروا حول الاستثمارات وايقاف الاستثمارة مثلا او اطلاق الاستثمارة وايقيام بتحديثات جديدة في المنصة فهنا كما تشاهدون اصدقائي الكرام المنصة هنا اليوزر الخاص بكم لفك الشخصي لفك الشخصي ثم تشجيل الخروج لما واجهة المستخدم التي تحدثنا عليها قبل قليل ثم هنا الان نصح اول خطوة التي هي الايداع فيمكننا الايداع في منصة رصيده نقوم بالنقل على ايداع مبلغ ثم بعد ذلك تحدد المبلغ مثلا اريد ان استطمر مئة دولار او مئة وخمسين دولار او مئة دولار كما احب انا اضع مثلا انا سابدأ بمئة دولار ثم انقل على التالي وهنا يقول لك اختر وسيلة الدفع هذه الوسيلة التي هي او 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 الذهبية بخصوص الاشخاص المتوفرين في جزائر فهم يعرفون جميع هذه الطرق بريد موب بطبيعتها الحال الحد الادنى والحد الاقصى مثلا الحد الادنى هو عشر الاف والحد الاقصى وخمسمائة الاف رصم شتحن عشرة دينار جزائري بالنسبة لمئة اولي الشاحنة الفاصيلة خمسة بطبيعتها الحال في المئة هنا سي سي بي كذلك متوفر في الجليا بوست وهنا لك تحويل بالباير بالنسبة الاشخاص الذين يتوفرون خرج الجزائر واذا اردت الدفع عن طريق ويب موني ما عليكم سوى بالدخول بالنقرة على دلقاء ايقناة والتواصل مع عبراء الفيسبوك ورسال لهم رسالة تقول لهم انك تريد الدفع بي اه يعني ويب موني او البرفكت موني خارج الجزائر فكما تشاهدون اخواني اخواتي نحدد الطريقة مثلا نريد باير ثم يقول لك عليك ارسال بيانة الدفع الى هنا ادو وحسابهم في باير ارسل اه بطبيعة الحال اه الى هنا المبلغ لي ومئة الدولار ثم تقوم برفق صورة لارسالك لعداء المبلغ ثم بعد ذلك تقوم بالنقر على اه معينة بطبيعة الحال وبعد ذلك يتم ارسال المبلغ وتقوم بارسال ومعينة بطبيعة الحال وبدأ يتم اه يعني التوصل بالمبلغ فورا التأكد من الدعم انك فعلا سحبت او شحنت حسابك بمئة ضرع طريقة وسيلة الدفع باير ونسترق بالنسبة مثلا لبريد الجزائر مثلا سي سي بي فتقوم بالتواصل معهم في الصفحة على الفيسبوك هكذا تتواصل معهم تقول السلام عليكم كذا وكذا اريد ان ادفع ببريد الجزائر السي سي بي وتدفع وبعد ذلك ترفق لهم الصورة تقوم بالمعينة والتفعيل بارسال معينة ونسترق للطرق الاخرى كما تشاهدون بطبيعة الحال فالعمر يعني سهل جدا كما تشاهدون تضع فقط المبلغ ثم بعد ذلك تحدد كل شيء إذن تحددنا عن الواجهها تحددنا عن طريقة التشجيل تحددنا عن الإيدع هنا سجيل الإيدع الخاص بك تجده دائما هنا جميع الديبوس الذي قمت به الوسيلة والمبلغ والضريب والقيمة والحالة والمعارف والوقت تجدهم هنا هنا كذلك استثمار فهنا تجد الباقات التي تحددنا عن final سابقا فهنا الباقة الخاصة بيعني الباقة المتواجدة الوحيدة التي تعطيك أرباح جيدة فهنا تدخيل القيمة التي تريد أن تستمر بها مثلا أنا شحنت بمئة دولار يعني تعطيهم تقريبا 20 ألف دينار جزائري فأريد فقط أن أستمر فيها 10 ألف دينار جزائري عفوا وبالنقل على إرسال وبعد ذلك يقول لك أنسيفيزيون برنسي أنه لم أسحن حسابي بعد فسهل جدا هنا يعني سجل الاستثمارات التي قمت بها وهنا تجد الإحالة يعني كما تشاهدنا بريزما يعني هنا يمكنك تحويل رصيد يمكنك تحويل رصيد إلى أعضاء آخرين في نفس المنصة فتضع فقط البريد الإلكتروني المتلقي ثم رصيد الذي تريد تحوله ثم تحوله الآن مثلا شخص الذي طرق دفع مثلا وشحن حسابه ويريد أنه يحولك لحسابك لأنك أنت لا تتوفر على هذه الطرق فيمكنه كذلك بوضع بريدك الإلكتروني ورصيد المرض أن يحوله لك ويقوم بالنقل على تحويل الآن وهذا ما يؤكد سهولة استخدام الموقع سجل المعاملات هنا كما تشاهد نتجية كل المعاملات المعاملات التي تم استثمارها تم إيدعاها تم تحويلها دخلت سحبت وتم إحالة بطبيعة الحالة ثم سحب الأموال فهو متوفر في بيسيرا يعني كما تشاهدون تضع يعني كما تشاهدون رسوم السحب 500 دينار جزائري النسبة المئة أوية للسحب 12% أيام المعالجة سبعة أيام إلى خمسة طرف اليوم الحد لأدنى هو 42 ألف دينار جزائري إلا حتى أقصى 47 ألف تقوم بإدخال الرصيد الذي يلعب بين 42 ألف ثم بعد ذلك تقوم بالنقل على معينة وتسحب حسابك بطبيعة الحالة فمثلا هكذا كما تشاهدون يعني 22 ألف ثم نقوم بالنقل على معينة وبعد ذلك يقول لي أن رصيدي يعني أنسيفيزيون يعني لا أتوفر عليه ثم بريد موب ثم الباير كما تشاهدون يمكنك السحب إلى بيسيرا إلى باير ومن يعني بيسيرا مباشرة يمكنك تحوي إلى ويز مثلا أو أي شيء ما تقابل سجل الأسحبات التي قمت بها كذلك تظهر هنا وهنا ملفك الشخصي بطبيعة الحال إذا أردت حديد أي شيء بطبيعة الحال ثم هنا الواجهة الخاصة بك واجهات المستخدم فدواء رابط الإحالة الخاص بك فورة التسويق إلى الرابط يدخل أي شخص يربح يضع يعني يعني يضع استثمار في الموقع فتربح عمولات فورة الرسل الأساسي مجموعة المدخيل الرسل المستثمر مجموعة الإداعات مجموعة الاستثمارات مجموعة الأرباح ثم مجموعة أرباح الإحالة حتى أرباح الإحالة تظهر لك مجموعة تحويلات ثم مجموعة السحوبات يعني إذا كنت يوتيبر أو شخص بلوغر يمكنك أن تنسخ رابط الإحالة خاصة بك وإذا حتى الموقع وتضع رابطك فورا تشجيل أي شخص من رابطك أو شحر حسابي تحصل على عمولات في الموقع إذا الموقع يوفر لك تنق متعددة من أجل الربح والسحب بطبيعة الحال الموقع رصدك الموقع الأنسب بالنسبة لك فهو يعني قانوني يعني مسجل في الضرائب الخاصة في جزائر فهو قانوني مليون بالمئة ولكن دائما المبلغ يعني منظور أو مبدأ الاستثمار يقول لا تستطمير مبلغان أنت غير مستعد لخسران لأنه في مجال الاستثمار دائما الخسارة واردة بطبيعة الحال رغم أن هذا الموقع جيد بطبيعة الحال وتم تغيير الضومين الذي كان سابقا ضومين مختلف على هذا الضومين وتم إنشاء هذا الضومين حادثا لاستمرارية لاستمرارية الموقع لأن الضومين الجديد هو الذي يمسجل في الضرائب بالجزائر شكرا لكم إخوانا الأخوات على طيب المتابعة أستدعوكم الله على من اللقاء بكم في فيديو لاحق بيس اندلاب ولا شيء مستحيل أمام الإراضة